ونبدأ أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية للكلية الحربية رفقه خلالها الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الجولة التفقدية بتأتي في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وقد شاهد السيد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية التي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدرجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية أظهرت هذه التدريبات مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية حيث أشد سيادته بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية أيضا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية ونقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لآراءهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن ترجمة نانسي قنقر